تواصلت المشاورات اليمنية اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي في يومها الثاني بالعاصمة السعودية الرياض حيث باشرت اللجان الست في مناقشة جميع الملفات المتعلقة بمحاور المشاورات بالتوازي بما في ذلك المحور السياسي والاقتصادي الأمني والإنساني والاجتماعي والإعلامي للخروج بصيغة توفقية بين جميع الأطراف من جانب آخر أكد الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف خلال لقائه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمين المتحدة إلى اليمن هانس كرودنبرغ أكد ضرورة استثمار المشاورات اليمنية اليمنية وذلك لإنهاء الصراع والدفع بالحل السلمي مؤكدا في الوقت ذاته على دعم مجلس التعاون لجهود المجتمع الدولي وجهود المبعوثين الدوليين في هذا الصدد